الانتقال من مرحلة الدراسة التقنية والمالية إلى عهد التجسيد والتشهيد هكذا خلص الاجتماع الثلاثية الثاني لوزراء الطاقة للجزائر والنيجر ونيجيريا في اتجاه إنجاز مشروع خط أنبيب الغاز العابر للصحراء مرحلة تتزامن مع الانطلاق في السياغة النهائية للبنود والدراسات التقنية والمالية ودراسات الجدوى المتعلقة بمشروع مد خط الأنبيب مع توسيع المشاورات للمسؤولين في البلدان الثلاث ضمن مقاربة جادة بتجسيد المشروع في أقرب الأجال ولأن الإرادة في بعض المنشأة الطاقوية الضخمة قوية تم توصل اتفاق بتوسيع مصار المشروع بربط بلدان أخرى كمالي وتشاد ضمن مسعى تشييد بنية تحتية إقليمية ذات نطاق دولي مشروع خط أنبيب نقل الغاز العابر للصحراء يتعزز مع التزام البلدان الثلاث في تأمين إمدادات الغاز الطبيعي للأسواق وفي الأجندة لقاء مرتقب لمسؤولية الطاقة على محور العواصم الثلاث في الجزائر الشهر المقبل لوضع اللمسات الأخيرة للمشروع الذي تتوقع الجزائر أن يكون جاهزا لنقل ثلاثين مليار متر مكعب من الغاز نحو أوروبا في غضون السنوات الثلاث المقبلة اشتركوا في القناة